هلاو شونكم اليوم الوصفة حليب المكثف المحلة اول شي راح نحتاج كوبة من الحليب البودر اين نوعية تقدرون تستعملوها وراح احتاج كوبة من السكر وراح احتاج نصف كوبة من المي المغلي حار كلش لازم وراح نحتاج ملعقة كبيرة من الزبد اول شي راح اضيف الحليب وراح اضيف العاف وراح اضيف المي بعدين راح اضيف الحليب وراح اضيف السكر والزبد واخلط المكونات كلها مدة اربع دقايق بدون ما اوقف وكلش طيبة هاي الوصفة احسن منتجاز منعشكو بيها وهسا هنا خلطت المكونات كلها ورا ما خلطتها ستشوفتكم القوام مالتها قبل لا ادخلها للثلاجة ولازم تحطوها بعلبة تكون يعني تقدرون تقفلوها حتى ما تدخل بها اي هوا وما تصير بها ريحة هسا حطيتها باي علبة موجودة عدكم وراح ادخلها للثلاجة مدة اربع ساعات او ساعتين انا خلطتها ساعتين وشوفتكم القوام مالتها هيش راح تصير اتمنى عجبتكم الوصفة والي هنا وصلنا لنهاية الفيديو لا تنسون اللايك والاشتراك باي باي